نصب تذكاري جديد تدشنه السلطات العليا في الجزائر بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال جدارية فنية تخلد ذكرى الجزائريين الذين نفاهم الاستعمار الفرنسي إلى أقاص الأرض فجرح الماضي يأبى أن يندمل ما دام سجال الذاكرة مع فرنسا قائما في ذكرى خروج المستعمر واستقلال البلاد تعلن الحكومة الجزائرية فشل المفاوضات مع فرنسا بخصوص ملف التفجيرات النووية حيث أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن السلطات الفرنسية رفضت تسليم الخرائط الخاصة بالتفجيرات والمحددة لمناطق دفن النفايات النووية فرنسا ترى بأن لها آثارين سلبيين الآثار الأول هو المعنوي أنها تعترف بتجانبها الخطيرة جدا التي تسببت للجزائر والجزائريين أثناء الثورة وبعد الثورة وبعد الاستقلال والجانب الثاني هو التعويض المادي والتعويض المادي ثقيل جدا لأن التعويض المادي للمتضررين للتعويض المادي للآثار التعويض المادي يستمر حتى الآن وتعتبر التفجيرات النووية واحدة من أبرز قضايا ملف الذاكرة بالإضافة لمطلب الاعتذار الرسمي واسترجاع الأرشيف الجزائري المصادر من قبل فرنسا فيما دفع تعثر المفاوضات مع الجانب الفرنسي نخبا جزائرية للمطالبة بسن قانون لتجريم الاستعمار خاصة بعد انتخاب برلمان جديد أهمية قانون هكذا قانون للطرف الجزائري يستند إليه في أنه يطرح ملفات تخصد ذاكرة يستند إليه كذلك في أنه يطرح على مستوى العلاقة هنا أيام العالم مع دول العالم بأنه في تشريع داخل الجزائر هناك تشريع يجرم الأعمال التي قامت بها في فرنسا ويتطرق لملفات الذاكرة وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد بأن جودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تأتي دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي لا يمكن التنازل عنها حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر